ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تميزت النسخة الأولى منه بتوفير الربط الإلكتروني مع الجهات المرخصة للسجلات التجارية وتوفير خدمة ملف التعريف كمرشد كتابي لاستخدام خدمات سجلات مختلفة أما النسخة الثانية من نظام سجلات المدشنة في عام 2016 تضمنت خدمة إصدار سجل تجاري بدون ترخيص كخدمة منفصلة وإنجازها خلال وقت لا يتجاوز 93 ثانية فضلا عن تضمينها اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4 وجاءت النسخة الثالثة والمطورة من نظام سجلات خلال العام الجاري للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة ويستخدم النظام المحدث تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة بالإضافة إلى خدمات جديدة أخرى أبرزها خدمة المرشد الآلي التي تعد آدات تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين من تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجونه لتأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري أو نشاطه قبل البدء به وتوفير خدمة طباعة الشهادات الخاصة بالسجل التجاري والتي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية استخراج الشهادات وبيانات السجل التجاري كما تحسنت سرعة وأداء النظام من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية وذلك لزيادة سرعته وفعاليته وتستمر وزارة الصناعة والتجارة في تطوير نظام سجلات حيث أنها في صدد العمل على النسخة الرابعة منه